مرّت أعوام طويلة والاحتلال في كل يوم يرتكب جرائم بحق هذا الشعب جرائم خلفت مئات المصابين بعضهم مبتوري الأطراف الحاج إبراهيم أبو عرام أصيب بلغم منذ 44 عاماً في منطقة بئر السبع وعلى إثر ذلك فقد قدمه ينتظر اليوم تركيب قدم صناعي والأمل بين عينيه ليستطيع المشي من جديد حكمت عندي اليهود في 79 وبعدين ظلت كويسي كويسي إلى 2010 وبعدين ظلت الوحواج عدة كاتلها أنا فتحوها سولها 19 أعمالي 20 قطعوها المعسكر الهندي الطبي لتركيب الأطراف الصناعية افتتحته وزارة الصحة في مركز أبوريا بمدينة رام الله تخلى له عرض لمجموعة من الأطراف الصناعية بتقنيات طبية بالتعاون مع الممثلية الهندية في فلسطين والمنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي وجمعية هندية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة هذا المعسكر هو من أجل تركيب الأطراف ونعلم أنه نعرف تماما بأن شباب البلد وصبايا البلد تعرضوا كثير من جراء الاحتلال الإسرائيلي لكثير من الإعاقات وهذا استحقاق على الأقل أن نوجد لهم نوعية من الحياة التي يستطيعون فيها أن يستعيدوا حياتهم بشكل أحسن نحن سعيدون اليوم بوجودنا لمساعدة الناس ذوي الاحتياجات الخاصة نقوم هنا بتصنيع الأطراف وتركيبها نقوم بداية بأخذ القياسات ومن ثم البدء بصناعتها بالآلات الموجودة هنا لتلائم كل شخص هذا المخيم العسكري التطوعي مجهز بكفاءات عالية وسيقدم خدماته على مدار خمسين يوماً لستمائة مواطن في الضفة الغربية وأربعمائة في قطاع غزة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر